الخطأ الأكثر شيوعا من قبل المشاريع التجارية الصغيرة والناشية وهو تقديم خيالات واسعة وغير مدروسة للعملاء باحثان في علم السلوك من جامعة سستانفورد في تجربة شهيرة قاموا باستحاب مجموعتين من الناس المجموعة الأولى عرضوا عليها 24 نواح من المربة اللي هو الجام والمجموعة الثانية عرضوا عليها 6 أنواع فقط من المربة 3% من المجموعة الأولى تموا عملية الشراء بينما النسبة في المجموعة الثانية كانت 30% هذه هي معذلة الاختيار يا سادة خلونا نتكلم عن المقاهر المختصة كمثال من الخطأ أن تقدم 7 أنواع من البن بعشر طرق للتحضير وثلاث أحجام للكوب قلل الاختيارات ووجه العميل إلى قائمة أبسط مثلا قدم نوع من القهوة بخمس طرق للتحضير وأما الحجم فكوب واحد يكفي في هذه الحالة ستستفيد من التالي إنتاجية عالية وضبط الجودة فرصة لتطوير منتجاتها حالية فيما يحسن من تجربة العملاء وبناء تصور مهني للعلامة التجارية وهذا هو